النهاردة أردوغان منذ ساعتين أو أكثر قليلا غرّد بتغريدة مسمومة قال فيها من نصه أقبل ده أردوغان أقبل كافة أفراد الجيش المحمدي إيه الجيش المحمدي؟ مين هو الجيش المحمدي؟ نسبة إلى مين؟ محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم والنسبة إلى مين؟ أنا مش عارف طبعاً لمن لا يعرف إنه رسول أردوغان اللي بيتكلمه عنه يعني محمد الفاتح هم بيسموا الجيش التركي جيش محمد الفاتح فهو بيسميه الجيش المحمدي بسرعة ركب فيلم الدين بسرعة بسرعة يبقى أنا عشان أتحرك وأخذ البركة وأقول أحط أي جملة دينية في الموضوع أهي ده رجب تقبر دوغان نهاردة أقبلوا كافة أفراد الجيش المحمدي الأبطال طبعاً الجماعة بتوعنا بتوع الإخوان والجماعة بتوع الإرهابين اللي هنا والهناك يقول لك شوفوا ويكلم الناس بقى الجيش المحمدي جيش محمد سوف يعود جيش محمد سوف يعود هو مش أصده جيش محمد بن عبد الله على الإطلاق أصده جيش محمد الفاتح بس عرفوا بس كيف يستخدم الدين في السياسة كيف يتلاعب بالألفاظ أقبل كافة أفراد الجيش المحمد الأبطال المشاركين في عملية نبع السلام من جباههم وأتمنى النجاح والتوفيق لهم ولكافة العناصر المحلية الداعمة والتي تقف جنباً إلى جنب مع تركيا في هذه العملية وفقكم الله وكان في عونيكم راجب طيب أردوغان تغردت منذ ساعات قليلة بيقبل رأس الجنود اللي بيقول إنهما بينتموا لجيش محمد أو جيش المحمدي في أكذوبة أردوغانية جديدة يحاولوا أن يعبث فيها بعقول الناس يدغدغ مشاعرهم تجاه هذه الحرب القزرة التي تحاول تركيا أن تحتل فيها أراضي عربية لكنه أراد ويريد وما زال يريد إنه يصدر صورة أنه رجل دين أو أنه رجل متدين أو أنه رجل مؤمن حتى في تغريدته يقول بأنه جيش محمدي